اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء مستشفى الزهراء عموما في هذه الحلقة عندنا مواضيع كثيرة ولكن قبل ذلك نتذكركم بأن البرنامج يا جماعة الخير هو عبارة عن وسيلة للتواصل معكم مستمعين لاستقبال ملاحظاتكم آرائكم اقتراحاتكم للخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي سواء في مستشفياتها مراكزها صحية أو حتى مراكزها التخصصية أيضا الخدمات التي تتواجد في إمارة دبي القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وآخر ما يستجد في هذا القطاع يعني بشكل أو بآخر من خلال هذا البرنامج نطرح أو نسلط الأضواء على هذه الأمور للتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل نصية على 4006 قبل أن نأخذ الأخبار خلونا بس نذكركم بموعد التأمين الصحي اللي هو موعد التمديد دون مخالفات سوف يكون يعني لين 31-12-2016 بعد هذا التاريخ سوف تكون هناك مخالفات على من لم يؤمن العمالة المنزلية التي تتواجد عندها فأي واحد عند عمالة منزلية يجب عليه أن يؤمنها وقلنا فوائد التأمين وقلنا أهمية التأمين البارحة كنت داخل في نقاش كان داخل في نقاش مع أحد الأشخاص في هذا الموضوع عنده عنده خدامة في البيت وبتسافر قال لي بعد شهر ليش أمنها؟ قلت لي يا أبو أحمد أمنها أمنها ليش؟ لأن هذا التأمين أنت ما تعرف خلال هذا الشهر شو ممكن يستوى؟ قال لا تخلينا وسوس قلت لي لا أمن ليش؟ لأن خلال هذا الشهر ما تعرف يمكن تطيح يعني بدال ما تدفع 550 درهم ممكن تدفع 15 ممكن تدفع 20 ممكن تدفع 50 ما تدري في المطبخ قاعدة بصر قصة صباحة تعال عالجها يلا ما بلو دافع 550 يحصل لك قال لي زي بتسافر عقب شهر قلت لي يا حبيبي براية بتسافر عقب شهر بسافر عقب خمسة أيام منها لأن هذا التأمين تقدر تنقله على الخدامة اليديدة اللي بتيه بها واضح؟ خلوه أنا أخذ هذه المداخلة ما شاء الله بعدنا ما بديني الحلقة من معانا؟ مرحب أبو محمد تفضل يا سيدي يا ضيق العافية والله يعافيك كلمتكم من سبوع تقليفا كانت عندي ملاحظة عن التأمين الصحي وأن ببغايم أوصل لمعلومات كافية نعم وبتوجه للجزيرة شكر لكم على هذا البرنامج الطيب وعلى المسج اللي وصل لي أعتقد من دائرة التأمين الصادية صحيح عن فرعهم اللي موجود في الطواب والبرشة صحيح ووقات العمل يعطوني كل التفاصيل بس برسالة نصفية إذا أم الله خير وللأموانة سرت أنا هناكي وأمنت الخدامة واجهت بعض المعاوقات لكن كان عندهم شو المعاوقات اللي واجهتها؟ يعني مثلا كانت الخدامة على كفارة الوالد مثلا ولازم الوالد يكون موجود من الوالد اللي يدفع مثلا بالفيزا لازم يكون صاحب الكافية نفسها أوكي فهمت هي فهمت فالأخ كان مشرف على المكان من اسمه جميل يزارك جميل بإخلاق أيضا ما كسطر قال لي بس تعطينا هويتك تقدر تدفع بفتاحك كانت وسهل بسط الإجراء بمعنى وخلصت الموضوع وأيضا الشيء طيب أن البطاقة التأمين في الساعة خلال ثلاثة أيام ببطاقة الهوية يعني ما ببطاقة ثانية لا بطاقة الهوية هي بتكون متفعلة بالتأمين الصحي وبنفس المدة صحيح وهذا أيضا شيء طيب فالموضوع انتهى بكل بساطة ما خدمني والله حمس جايز يزاك الله خير يا أبو محمد أنا يعني سعيد جدا بهذه المداخلة للأمانة وسعيد جدا بالروح الإيجابية اللي تتواجد عند بعض المستمعين للأمانة مثل ما قلنا هذا جوهر البرنامج اللي نحن نبغي أنه أتينا الملاحظة نحاول قدر الإمكان أنه نمشي في عملية مساعدة هذا الشخص والله ملك الحمد يعني دائما ما نقول أنه يكون تكون الملاحظة قد يكون في سوء تفاهم أو عدم التواصل بشكل جيد مع الأشخاص فعشان شي أرجع حين أتكلم عن الواحد كيف ينظر للأمور بشكل إيجابي ويحاول قدر الإمكان أن يتعامل معه أي شي يصير معه بشكل إيجابي يعني أنت دخلت أي دائرة حكومية أو أي مكان يا أخي داشي مبوز مثلي أنا حين يعني عندي مخرج ما شاء الله يعني على طول مبتسم فيخليني أنا أقدم البرنامج بشكل وايد جميل فتحية حق أيسة سبيل عموما الفكرة إذا أنت داشي مبوز وشفت الموظف هناك أو يمكن الموظف هذا بعد مبوز يعني ما بتخلص الأمور فيخيني إذا أنت ما بتسهم داشي عاطي الناس طاقي إيجابية وكذا يا أخي قال لك ما تمشي كله يعني حاول شو اللي ناقص شو اللي ما دري كذا وخلص المواضيع عموما خلونا نرجع لموضوع حلقتنا كانت سبحان الله هذه كان بس تذكير بموعد التأمين وكانت عندنا هذه المداخلة عن التأمين صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18 11 2016 وأيضا ضمن حملة التوعية عن مرض السكري بتكون حملة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية فبالنسبة للمسيرة المسيرة التوعية بمرض السكري بتكون في حديقة زعبيل الدعوة عامة للجميع الدعوة عامة للجميع اللي بيشارك في هذه المسيرة أشو أقع عندك فكرة الساعة كم بتكون المسيرة ما قريتي في ما الحديقة زعبيل فعالية حديقة زعبيل ساعة 9 الصبحة يعني التجمع من 8 تاريخ 18-11 بيصادف أي يوم 18-11 الجمعة أم لا السبت الجمعة أظن قولي لي تأكد تأكد رأسك أنا ما أعرف هي أم لا يعني لأنه عند بعض الشعوب هزت الراس يعني هي وبعض الشعوب هزت الراس يعني لا ها؟ هذه ما أعرف عادل هنا هذه الحركة الجمعة بيصادف يوم الجمعة طبعا المؤتمر الثاني للتغذية ينطلق يوم 17-11-2016 ولمدة ثلاثة أيام هذا المؤتمر ندعو كل المتخصصين في مجال التغذية بالمشاركة في هذا المؤتمر اللي يعد يعني ما إن شاء الله بواحد من أكبر مؤتمرات في هذا المجال طيب نأخذ بعض الدراسات اللي ممكن تكلم عنها وهي دراستين يعني اخترناها اليوم يمكن شوي خفيفات يعني عشان بما أننا نحن دخلنا سبحان الله بمداخلة في أول الفقرة عموما فيتامين بي ثري يحمي من سرطان الجلد كشفت دراسة في جامعة سيدني أسراليا أجريت على 386 شخص من المحتمل إصابتهم بسرطان الجلد وقدم لهم وقدم لمجموعة منهم فيتامين با ثلاثة أو بي ثري مرتين يوميا يعني كشفت هذه أن نسبة السرطان إصابة بسرطان الجلد قد انخفضت إلى 23% وقد تم استعمال كريمات واقية من أشعة الشمس لمانع تثير الأشعة البنفسجية الضارة من إحداث التغييرات بأحماض نووية في خلايا الجلد وحمايتها من الطفرات التي قد تؤدي إلى السرطان الدراسة كما لاحظت أيضا أن هذا الانخفض قد وصل إلى 11% في شهور الثلاثة الأولى كما وصل إلى 20% خلال 9 أشهر من استخدام فيتامين بي ثري وقالت الدكتورة ديونة ديميان أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة السدني والمشرفة الأساسية على هذه الدراسة أن هذا الأثر ينتهي بانقطاع المريض عن تناول فيتامين بي ثري مؤكد أنه من الضروري المواظبة عليه للحصول على نسبة وقاية عالية من الإصابة بسرطان الجلد هذا إن شاء الله نحن منيب دكتورة وفا عايش بتقول لنا حتى في الأطعمة من وين ممكن ناخذ هذا الفيتامين بي ثري ولا بس كبسولات ولا وين ممكن نحصل الفيتامين بي ثري أنا ما عندي فكرة صراحة بس على حسب كلامه من هذه كبسولات الآن وفيتامينات عموما المكياج المفرط يجعل الشيخوخة وتجاعيد البشرة تأتيك مبكرا أو تأتيكي حين بعد عفاني الله ما أبغى تكلف في هذا الموضوع لأن ما أعرف يعني ساعات تشوف على حسب كلامنا نتكر دكتور مرمان زرعون كان يقول الرجال أكثر يعني صارين أكثر يلجون لعمريات التجويم من الحريم مموضوعنا حذر خبراء التجميل النساء من الإفراط في وضع مساحيق التجميل الصناعية المعروفة باسم المكياج لأن كثرة استخدامها تعجل بشيخوخة البشرة وتؤثر في سلامتها بسبب احتوائها على مكونات وأحماض تجفف البشرة وتقلل دهونها وقالت دينا الجارم خبيرة التجميل أن كثرة استخدام هذه المستحضرات تضر بسلامة البشرة وتعجل بإصابتها بالشيخوخة لاحتوائها على مواد وأحماض تقلل نسبة الدهون بها ما يصيبها بالجفاف لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذا الخطر ينحصر في المستحضرات وأدوات المكياج المستخلصة من المواد غير طبيعية ونصحت السيدات باستخدام الأنواع الطبيعية لمستحضرات التجميل شو يحطون يعني بتحط بدال الروج ممكن شي فراولة مثلا كمستحضرات طبيعية ما أدري أتذكر واحد من الشباب كان يقول يعني في مخترعين في الحياة يعني الواحد يدعي لهم ليل النهار واحد منهم اللي اخترع الكهرباء واحد منهم اللي اخترع المكياج عموما لا على فكرة نحن الله رحمنا في الإذاعة إن شاء الله بطلع فاصل إن شاء الله نحن الله رحمنا في الإذاعة يعني أيام التلفزيون أتذكر كانوا يحطونا مكياج ومو مكياج ما هذا اللي يحطونا الحريم لا طبقة تحس يعني بليو تحاطين عويك وتطلع من هناك ما شاء الله شو الحبوب في ويك عقمة شل هذا وانت طالع من السيديو وتبتل شل كل حبة تطلع تشيشنة راس طالع لك في ويك عموما نطلع فاصل وبعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله عنه مواضيع جميلة وما نتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن أتهمكم مستمعين فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي كان فيه سؤال يقول السلام عليكم كيف نؤمن الخادمة أنا وافد مقيم في دبي كيف تحصل على التأمين الصحي للفئات المساعدة بنقول لكم الآن فيه تقريبا وحدة من الشركات التأمين اللي ممكن أذكرها ممكن تأخذ أي وحدة منها طبعا أنا ما بغي أحول الحلقة عن التأمين لأن فيه عندنا في كل أسبوع فيه عندنا موضوع خاص أو حلقة خاصة عن التأمين لكن عموما بس برد على هذا السؤال تقريبا الباقات الأساسية تبتدي من 550 درها للشخص سنويا الشركات هي أكسل خليج للتأمين تكافل الإمارات دار التكافل أوريانت للتأمين شركة راس الخيمة للتأمين شركة الضمان للتأمين شركة عمان للتأمين ومت لايف والشركة الوطنية للتأمين تقدرون تحصلون على التأمين من خلال موقع الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بالرقاب بالرقام الخاصة بهيئة الصحة ممكن اللي هي الموقع الإلكتروني يقول www.isahd.ae أو الاتصال على مركز الاتصال في هيئة الصحة على 834 يعطونكم معلومات أكثر عن المنظومة ككل طبعا الهيئة يعني مع نهاية هذه السنة سوف تبدأ عملية المخالفات لكل شخص ما أمن الفئات المساعدة عنده في البيت طيب الآن نرجح نتكلم عن مراكز الهيئة الصحية فيه يعني هذه المراكز اللي حقيقة نحن نعتز فيها كموظفيها هيئة الصحة وكساكنين في إمارة دبي بالأعمال اللي يقدمونها تقريبا واللي يميز هذه المراكز أنها تتواجد على جميع المساحات الجغرافية في إمارة دبي طبعا في منطقة يمكن شوية تكون بعيدة عن مركز المدينة هذه المنطقة اسمها اللي سيلي في عندنا مركز صحي هناك في اللي سيلي هذا المركز يقدم الكثير من الخدمات فنحن في حلقتنا اليوم ما نتعرف على الخدمات اللي يقدمها هذا المركز من خلال استضافتنا الدكتورة إحميدة صالح أخصائي أول طب أسرة ورئيس مركز اللي سيلي الصحي حياتي الله معانا دكتورة الله يحقيك شكرا دكتورة ما شاء الله يعني أنت يا يتنا اليوم من اللي سيلي خبرين في البداية العيادات والخدمات اللي تتواجد في هذا المركز شو الخدمات اللي تقدمونها في هذه المنطقة ما تبغي تعرف المناطق أول لا هذا بقول لك أنا يا ينت على المنطقة الجغرافية اللي يخدمها المركز بس خلاص خلينا نبتدي بالمنطقة الجغرافية اللي يخدمها خلاص ما نتعرف على الخدمات اللي تقدمونها طبعا منطقة اللي سيلي تبعد عن مركز تخدم تقريبا 33 منطقة سكنية المناطق هذه تتراوح تبدأ من المرموم وننطلق في طريق طبعا دبي العين لين رماح والفقع والمناطق المجاورة يعني طبعا فيها العزب العزب ميادين سباق مناطق المحيطة بفندق باب الشمس وسباق المضمار سباق القدرة ممتاز منطقة جغرافية شاسعة يعني تقريبا دكتورة كم عدد اللي يزورونكم في المركز أو اللي تعالجوا عندكم إذا عندت شرقام يعني بيكون زيب على 2015 احنا بلغت عندنا الاحصائية في 2015 من 12 ألف إلى 13 ألف مراجع شامل الخدمات الأخرى اللي هي خدمات طب الأسرة عيادات الحوامل عيادات التغذية الأسنون صحة الطفل جميل هذه الخدمات التي تتقدمونها خدمات ثانية بعدها ونتذكرينها دكتورة؟ أحنا الحمد لله نحاول طبعا نقدم خدمات عالية الجودة وقائية علاجية وتأهيلية بعد عندنا طبعا رعاية الحوامل الأمراض النساء صحة الطفل تعزيز الصحة خدمات الفحص المبكرة عن الأمراض كل هذا طبعا يندرج تحت طب الأسرة بالإضافة إلى التغذية والأسنان عندنا خدمات في المختبر الأشعة الصيدلية فيها طبعا خدمة مميزة أحنا نقدمها كمراكز صحية في قطاع رعاية صحية الأولية هذه طبعا تميز القطاع نفسه عن المستشفيات وهي زيارات منزلية ممتاز اللي هي خاصة لكبار السن أو بشكل عام الأكثر تشمل الناس اللي ما يقدروا يوني العيادة يعني إحنا كقطاع رعاية صحية أولية نحاول نقدم الخدمات في مناطق سكنية نفسها أو مناطق قريبة للمراجعين فإذا في ناس بعد ما تقدر توصل لنا نحن نحاول نوصل لهم بكل الخدمات المناطقة هذه صحراوية أنتم ما شاء الله عندكم يعني الباقي ولا شي تسيرون لهم دكتور ألا أسأل فيات زين طيب دكتور قطاع المراكز الصحية الأولية حصل على العديد من الشهادات والاعتمادات الصحية العالمية حقيقة مركز السيري واحد منهم خبرين عن الاعتمادات والشهادات الموجودة عندكم الحمد لله في مايو 2016 قدرنا مع طبعا بإدارة دكتورة منال مدير التنفيذ لقطاع رعاية الصحية الأولية حصلنا على الاعتماد الدولي اللي هو جي سي اي اي الحمد لله طبعا بكل معايير العالمية معايير الجودة وكان طبعا الدرجة كانت بامتياز الحمد لله من شاء الله في اكتوبر الشهر الماضي بعد نفس الشيء حصلنا على الايزو ست شهادات ايزو الحمد لله وهذا طبعا كان بعد باسم قطاع رعاية الصحية الأولية عشر عشر مراكز تقريبا واللي سيري واحد منهم الحمد لله دكتورة تعرفين أنا شو اللي يفي بالي اللي يفي بالي دايما المناطق اللي تكون بعيدة عن مراكز المدينة الخدمات الصحية مالات ممهتمين فيها او يعني تكون مبذات المستوى اللي هذا لكنوا ما شاء الله عليكم قدرتوا تحصلون هذه الشهادات وهذه الاعتمادات العالمية فهذا الدليل على ان عملية الخدمات اللي تقدم تقدم بتمييز وجودة عالية الحمد لله عندنا بعد في نقطة مهمة جدا كنا احنا بعيدة عن المركز المدينة عندنا مضامير السباقات طبعا تجينا حالات طارئة كثيرة صحيح يعني مثل حالات شقوط ركل حالات مختلفة بالإضافة اللي الحالات الطارئة العادية اللي تروح في اي مركز صحي صحيح مثل امراض القلب السكتات القلبية صحيح وما شابه يعني طبعا هذه الأشياء موجودة وشائعة الحمد لله وفي قادر طبي قادر على التعامل الحمد لله يعني إن شاء الله يا رب تتحولون مستشفى إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا اللي أشوف بإمانة في مراكزنا الصحية حتى المباني اللي موجودة دكتورة يعني مباني مؤهلة لأن تكون مستشفيات متنقلة في مختلف الأماكن بس لأنكم سوون عملية وتنويم المرضى وتنويم المرضى إن شاء الله بس على الأقل عمليات اليوم الواحد ممكن كاقتراح أعتقد من أحد المستمعين يا أنا يريد أن يكون في عمليات اليوم الواحد من خلال المراكز الصحية عموما نرجع أمانة في بعض إحنا ما نحسبها كعملية كبيرة ميجر يعني يعني مثلا في خراج هذا طبعا نحن نتم التعامل معه في المركز في المركز الصحي طبعا حسب مؤهلات الطبيب والكفاءة اللي عنده وهذه أشياء طبعا أساسية موجودة ومعرفين يعني معرفين فلانك طبيب كذا قادر على هذا شي طيب في هذا الإطار دكتور أنا يعني يرد في ذهني على هذه الجودة وهذا التمييز في الخدمات شو الرضا المتعاملين عندكم في عام 2015 الحمد لله وصلنا إلى 95% ما شاء الله 95% رقم كبير في اللي سيلي ونسبة الشكاوي كان صفر طبعا أعيل في مشكلة أنا أشوف إذا نسبة الشكاوي صفر فيها مشكلة لا هو بأمانة ما شاء الله يعني الناس ما يشتكون جدا طيبين جدا طيبين أهل منطقة المناطق اللي احنا نتعامل معها يعني هم أهل الإمارات الأصليين القدامة طيبين ممكن نحنا نتعامل مع التراث القديم هو ما منقول أهل الإمارات الأصليين على كثر ما منقول يعني نقاوة الحياة اللي موجودة عندهم وبعدهم عن ضغط المدينة وسرعة الإقاع في بالنسبة لأهالي المدن يمكن تعطيهم نوع من البساطة والطيبة أكتر طيب هني أنا بتكلم عن طيب المبادرات والفعاليات اللي تقدمونها لأهالي هذه المناطق التوعية اللي سووا لهم إياها الشغلات اللي إحنا الحمد لله مثل أي مركز صحي حسب الفعاليات العالمية مثلا يوم الصح العالمي كان مؤخرا سوينا اللي هو يوم الفحص عن الثدي ومحاربة سرطان الثدي عنا هذه الفعاليات عامة إحنا طبعا نسوي ونشارك بحيث أن إحنا ما نعتمد فقط على وجود العملاء في المركز نفسه ممكن نروح للأماكن يعني مثلا مدارس نروح عندنا جمعية النهضة النسائية ممتاز أو هكذا طيب أنا وصلت لختام الحلقة وكان في بعض الأسسلة يعني موجودة عند الجمهور لكن بحولها إن شاء الله بعد الفاصل دكتورة كلمة أخيرة تبغين تقولينها قبل أن نختم إحنا الحمد لله قدرنا نوصل للعالمية بالنسبة للإعتماد الدولي والأيزو وإن شاء الله بإذننا على العام المقبل لدينا خطط أخرى أن نحن نكون مركز صديق للطفل أو إن شاء الله مركز صديق لكبار السن وبإذن الله ومتحت إدارة قطاع رعاية الصحية الأولية طبعا نساعد التميز والمركز الأول إن شاء الله دكتور حميدة صالح رئيس مركز اللي سيري الصحي وخصايا أول طب الأسرة نحن شاكرين لك هذا التواجد وشاكرين لك هذا الكوار الجميل شكرا والشيق واللي تعرفنا فيه يعني على بعض الخدمات اللي تخدمها هيئة الصحة في المناطق البعيدة من إمارة دبي عموما بعد الفاصل ما نتكلم كذلك عن التطعيمات وعن الحصبة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل وعدناكم أننا نتكلم على موضوع جميل جدا نستضيف معنا في السوديو الدكتورة حنان الحمادي استشاري طب الأسرة ورئيس حملة التحصين ضد مرض الحصبة حياة شاء الله معنا دكتورة حياك الله أخوين حمود دكتورة قبل أن ندخل في الحوار قبل الفاصل كنت منستضيف الدكتورة حميدة صالح رئيس مركز اللي سيري الصحي طبعا في مسج يعني أنا بقرأ من باب الشفافية والأمانة في الطرح ولكن رح آخذ تفاصيل الشكوى هذه من صاحب الرقم اللي طرش لنا وأتمنى إن شاء الله أن يعطيني الدليل على الكلام اللي يقوله يقول نشتكي بس تتصل المديرة وتقول أنه بتحل المشكلة وتترجان أنا ما نحولها لشكوى رسمية ونحن طيبين ونوافق طيب أولا الشكوى يحقلك إياها تبغي تقيدها ما تبغي تقيدها لا تسمع كلام حد ولا أنك أنت ما تقيدها هذا واحد الثنين بما أنها تحل المشكلة يعني ما في شكوى يعني ما نشوفيها شكوى إذا أنت اشتكيت ووصلت للشخص المعني اللي يعالج لك المشكلة وين المشكلة بتكون ما في مشكلة ف يزالكم الله خير يعني أيضا كان في سؤال يسعى صباحكم بس حبيت أسأل الدكتورة معدل التطعيمات شهريا في قسم صحة الطفل أنا هذا السؤال أجلته عشان من تدخلين أنت دكتورة حنان أطرحها عليك لكن قبل أن نجاوب على هذا السؤال ما نتكلم عن مرض الحصبة ما نعطي المرض هذا حقه ونشوف الأسئلة الموجودة عندكم وإذا حد يبغي تداخل معانا على 6-0-5-5-1-4 1-4 شكرا نشواق تفضلي دكتورة شو هو مرض الحصبة وليش سويتوا هذه الحملة اللي موجودة عندنا في الإمارات وحد ممكن يكون خايف من صحيح يعني التوعية الزايدة ممكن تخوف الناس صحيح الغرض اليوم من حضورنا هنا طبعا لتوعية المجتمع وتوعية الناس بأهمية التطعيم ضد هذا المرض وما هي أهمية هذه الحملة القائمة حاليا في الدولة طبعا للتوضيح الحملة حملة وطنية على مستوى إمارات الدولة نعرف مرض الحصبة مرض الحصبة هو مرض شديد العدوى وحتى تحت شديد العدوى خطين مرض فيروسي ينتقل عن طريق رداد الفم أو الرداد المتطاير من الأنف عموما حالة حالة نزلات البرد يعني هذا إذا حد عطص في ويهت أو حد عطص في مكان عام بصورة عامة الفيروس لأنه شديد العدوى حتى لو كان شخص مصاب خلينا نقول من الأعراض الأولى للحصبة التي تبدأ كأنها نزلات برد مجرد وجوده في الغرفة الفيروس هذا ممكن يتم في الغرفة لمدة ساعتين نشط يعني حتى لو هذا شخص روح ممكن الفيروس يتم نشط ومعدي لمدة ساعتين في نفس الغرفة نحو فلذلك كانت هذه الحملة طبعا بالرجوع لمنظمة الصحة العالمية وظهور بعض الحالات في بعض الدول العالم والدول المحيطة بدولة الإمارات وما ننسى أن هناك بعض الظروف السياسية في بعض الدول العربية في كثير من الناس التطعيم الروتينية صار لها فترة طبعا متوقفة فبالتالي أدى إلى ظهور المرض بصورة ثانية كان المفروض القضاء على هذا المرض من سنوات لكن المرض عاود في الظهور فكحماية قامت الدولة استجابة لمنظمة الصحة العالمية على أساس أن هذا المرض يكون أننا قدر المستطع أن نتخلص من هذا المرض مرة ثانية بحلول عشرين عشرين فقامت دولة الإمارات وفي كثير من الدور مجاورة صراحة قامت بحملة مشابهة بتنظيم هذه الحملة على مستوى الدولة للوقاية لوقاية المجتمع الفرد والمجتمع طبعا طيب شو هي العلامات اللي ممكن تطلع على الشخص أو أعراض المرض هذا اللي ممكن واحد ينتبه له يعني طبعا إذا تذكر محمود يمكن أجدادنا قبل معروفة اللي الحصبة يصيد الحصبة يكون جدا مريض العادة الحصبة تبدأ بأمراض بأعراض تشبه النزلة نزلة البردة والزتام فبالتالي تشوف المريض عنده سيلان كحة التهاب في الأخشية المخاطية أحمرار في العين الحرارة المرتفعة اللي ممكن تستمر من خمس لست سبع أيام فطبعا هذه الأعراض الأولية يمكن الخوف مش من مرض الحصبة بنفسه الفيروس نفسه الخوف من مضاعفات مرض الحصبة هي التي قد تؤدي للوفاء اللي هي شو هذه المضاعفات؟ المضاعفات للأسف هي الخوف نفس ما قلت لك من المضاعفات ليس من المرض نفسه المرض نفسه هو عبارة عن فيروس ياخذ وقته ويصير ممكن حتى بدون علاج لكن المضاعفات التي ممكن يخلفها يخلفها أو يتركها المرض منها التهاب الرأوي الشديد طبعا ممكن يؤدي إلى الوفاء عنده التهاب السحاية أو التهاب الدماغ التهاب أخشية العين فيه كثير من المضاعفات الإسهال عند الأطفال اللي عندهم سوء تغذية هذه المضاعفات إذا ما علجت أو ما يعني ما تم تداركها بصورة سريعة ممكن تؤدي للوفاء لذلك كان التركيز على أننا لابد من القيام بحملة وطنية للحد من انتشار هذا المرض أو للمساعدة أننا نتأكد أن المرض ما يوصلنا جميل دكتور أنت ذكرتي يعني في الأطفال ممكن يصيبهم إسهال إذا كان فيه سوء تغذية طيب هنا أنا بغير أسأل شو هي الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض أكثر الفئات أو اللي تشوفونا سواء عن طريق البحوث اللي سويتوها شو هي الفئات المعرضة لهذا المرض طبعا لا شك أن هذه الحملة كانت تسبق جهود صراحة مهولة جهود كبيرة يعني قامت فيها الدولة تم حصر يعني شو هي الأعمار الأكثر عرضة ولذلك تم تقرر أن الحملة تكون بين عمر السنة وعمر الأربع وثلاثين خلينا نقول بصورة عامة الفئات المعرضة أكثر لمرض الحصبة منها كبار السن والأطفال الصغار تحت الخمس سنين والعموما الناس اللي ما تطعموا يعني الناس اللي ما عندهم فكرة واضحة عن تطعيمهم في الصغر أو الحوامل اللي ما تطعموا أو الناس اللي عندهم نقص في المناعة هاي الناس يكونون معرضين أكثر للإصابة بهذا المرض في علاج لمرض الحصبة؟ نفس ما قلت لك مرض الحصبة عبارة عن مرض فيروسي ممكن إذا تركت الحالة مثل الزكام يروح مجرد علاجات داعمة خلينا نقول لكن الخوف من المضاعفات يعني خلينا نقول من بين كل خمس حالات ممكن واحد يدخل المستشفى بسبة المضاعفات المضاعفات اللي ممكن تستوي من هذا المرض جميل دكتورة على طاري التطعيمات شو هي التطعيمات اللي المفروضة ناخذ ذكرت ما بين هذا حدتها لين سبع وثلاثة لين خمس وثلاثين سنة صحيح طيب اللي أكبر عن خمس وثلاثين سنة؟ هذا بالنسبة للحملة أخوي محمود يعني الحملة حملة الحصبة حاليا كانت من المقرر من عمر سنة لحد أربعة وثلاثين بحكم أن نصبة الإصابات عالميا أكثر أو على المستوى المحلي خلينا نقول أن الفئة المعرضة أكثر في هذه المرحلة العمرية فلذلك قررنا أن الفئة العمرية في هالسنة الطعام كانت على مرحلتين المرحلة الأولى تم تغطيتها الحمد لله السنة اللي طافت في المدارس حاليا إحنا في المرحلة الثانية لذلك يعني أتمنى من الكل أن يتعاون مع الجهود المقامة في الدولة لتحصين ضد مرض الحصبة بالنسبة للتطعيمات الروتينية هذا يختلف هذا التطعيم اللي تكون في عيادات صحة الطفل الموجودة في هيئة الصحة في دبي جميل أنا بتكلم عن دور هيئة الصحة في التصدي لهذا المرض والمشاركة في هذه الحملة الوطنية لكن خلينا نأخذ هذه المداخلة من معانا؟ خاولة تفضل يا خاولة صباح الخير يا هلا يا هلا تفضل اختي أنا خذت للتطعيم هذا مرتين خلال فرح في الزواج قالوا عندي تشمك مراعة أطونية خلال الحمل بعد أطونية بعد الولادة هل أرد أخي ما رسالتها يعني؟ أو كيف؟ جميل وعندي بنتي أتوقع تطعيمات اللي خذتها خلال التطعيم في منها ما تطعيم؟ صحيح صحيح كم عمرها؟ أرد أعطيها أخي سنة ونصف تقريبا؟ هي غالبا خذت على عمر السنة الجدول الروتيني للدولة للأمام آر اللي هو التطعيم اللي يشمل الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يعطى على عمر السنة ونصف فغالبا راح يكون عندها تطعيم إن شاء الله على عمر السنة ونصف وبذلك يكون إن شاء الله يحميها بإذن الله طيب بالنسبة لها دكتورة قالت إن أخذت تطعيم مرتين أختي خلالها مدام خذت التطعيم مرتين المفروض إن يكون كفاية هذا اللي إحنا نخاف منه إن الشخص ممكن مطاعم من يوم صغير مع الوقت تنزل المناعة لهذا المرض لأن هاي المناعة مناعة صناعية مش مناعة المريض ياله المرض وكوّن مضادات فهي artificial يسمونها immunity هي عبارة عن مناعة صناعية بحكم للتطعيم لذلك مع الوقت ممكن تنزل هالمناعة فلذلك يحتاج المريض يأخذ التطعيم مرة ثانية لذلك هالحملة كان دورها مهم جداً لتقوية المناعة سواء للفرد وبالتالي للمجتمع جميل طيب دكتورة يعني هنا أنا بغي أتكلم عن التطعيم مفهوم التطعيم الواحد لما يأخذ تطعيمة معينة شو اللي يأخذه بالضبط بغض النظر عن الحصبة ولا غيرها شو هو مفهوم التطعيم التطعيم أخوي محمود عبارة عن الفيروس أو البكتيريا المسببة للمرض يعني خلينا نقول صنعت بطريقة معينة تكون جداً ضعيفة فبالتالي تدخل جسمك يدخلونها في جسمك فيبدأ جسمك يكون مضادات ضد هذا المرض يتعرف الخلايا في جسمك تتعرف على هذا الفيروس والعلى البكتيريا وبالتالي تكون مضادات لكن نفس ما قلت لك في الحالات الطبيعية لما ييك المرض جسمك يكون مئة في المئة من عضد هذا المرض لأن هذا التطعيم مصنع دخل فإحنا يمر بمراحل تصنيع تخزين لما يوصلك أنت ما تعرف شو هو التأثير لهذا التطعيم وكم منه وصل لجسمك؟ 95؟ 98؟ فلابد أن في بعض الحالات ممكن يكون في فشل لهذا التطعيم أنا ليش سألت هذا السؤال دكتورة؟ تذكرك طلعت فترة إشاعات وما إشاعات أن هذا التطعيم ممكن يأثر ويأدي طبعا تطلع إشاعات أن هذا ممكن يكون دعاية لبعض الشركات هذا أشياء صناعية تدخل جسمنا لكن إذا قارننا كثير من الأمراض اختفت لسنوات منها أمراض شديدة العدوى منها أمراض مخيفة طبعا لا شك أن هذا بفضل التطعيم والتطور اللي صار ولا شك أن الدولة ما راح تصرف ملايين على دعاية لشركة أكيد لمصلحة المجتمع وأنا دكتور يعني واحد من الناس اللي أحرص دائما كل سنة عندي تطعيم الفلونزا هذا لازم أخذه ليش؟ لأنه بأمانة يساعدني وايد في عملية الزتشام ممكن يخف علي إذا ياتني الزتش وماتني بشكل قوي أو أنه تساهم بشكل أو بآخر في أنه تحميني من أمراض معينة طيب أنا ما أدري شو استوى في المسيجات السلام عليكم يا جماعة أنا يا سراك في البنك المركزي هذا ما لنا علاقة فيه زينا فيه بعد شكوى على الاتصالات بعد ما لنا علاقة فيها عموما دكتور كنت بتكلم عن دور هيئة الصحة في هذه الحملة الوطنية وفي التصدي لهذا المرض الحمد لله إحنا حاليا في هيئة الصحة جهود جبارة بدت من السنة اللي طافت فريق اللجنة والقائمين سواء كل الرأساء المباشرين في الهيئة طبعا الحملة الوطنية نفس ما قلنا فهي على مستوى دبي بالنسبة لهيئة الصحة ووزارة الصحة تغطي الإمارات التابعة لها وإهية الصحة في أبوظبي تغطي إمارة أبوظبي والإمارات التابعة لها فهي حملة وطنية على مستوى الدولة لذلك مهم جدا كواجب وطني أننا نتعاون مع الدولة على أساس أننا نحاول نغضي على هذا المرض بحلول 2020 تطايمات موجودة في كل مكان؟ في كل مكان كثير من الهيئات حتى نحن نبعث لهم تيمات إذا حابين يطعمون في كل المراكز الصحية تطعيم متوفر وأنت توجهتوا للمدارس؟ للجامعات حالية نحن في الجامعات وكثير من هيئات دبي يعني اللي فيها عدات كبيرة من وظفين نتوجه لها ففي جهود جبارة صراحة ومتعاونين مع القطاع الخاص تعاونهم كبير معانا على أساس نغطي أكبر عدد ممكن نزيل اللي أكبر عن 35 يطاعم دكتور أو لم يطاعم؟ والله يشوف هو الفئة العمرية المستهدفة من 24 بس إذا حاب يأخذ التطعيم لزيادة هذا طبعا لا يمنع لا يمنع ممكن يطاعم ما بيكون له تأثيرات يعني هذا بالعكس بيكون شيء جيد التطعيم من التطعيم الآمن على فكرة هذا التطعيم نسبة المضاعفات اللي ممكن تطلع جدا قليلة جميل جدا دكتورة يعني الآن في خضام هذه الحملة ما هو دور المجتمع تجاه التفاعل مع هذه الحملة؟ نفس ما قلنا أنا الواجب الوطني يختلف وين مكانك بالضبط وأنا كواجب وطني اتجاه دولتي أشارك في هذه الحملات لأرفع من مناعتي أنا حماية المجتمع مش لي أنا كفرد أنا إذا صادني هذا المرض أو صاد طفلي ممكن كم واحد أعديلي في هذا المكان فهذا أنا واجب وطني الدولة ما يابت لي شيء إلا لهدف مطلوب فأساعدها أني أوصل لي هذا الهدف دكتورة أنا عندي يعني هذا الرشاش اللي يعني قاتل لا قاتل الجراتيم فعندي إذا حد عطص في المكتب ولا شيء رشيته ما بقلة هدب بس أنه ولا فوبيا بس أحس أنه بالفعل لهذا في ناس يرفضون التطعيم محمود لكن أنت لما ترفض التطعيم لا سمح الله يا المرض حق هذا الشخص أنت بتعدي كم واحد إياك فأنت مو بس تحمي نفسك تحمي مجتمع بس سبب أزمة في البلد صحيح 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 فإحنا على أساس نتدارك المشكلة هي الحمد لله إحنا ما يعني خلينا نقول مش المشكلة الكبيرة لكن ظهرت في دول مجاورة فنتداركها قبل لا توصل لنا أكيد من باب السياسات الوقائية للمجتمع دكتورة يعني فيها أرقام تواصل معاكم أو شيء ممكن طبعا عندنا الهوتلاين لهيئة الصحة عندهم كل الإجابات وممكن يوجهونهم على أماكن التطعيم عندهم معلومات تامة عن الحملة ثمانيمية ثلاثة أربعة ثنين ثمانيمية دي اتشي طيب في سؤال السريع دكتورة إذا بتجاوبينا لأنه وقت البرنامج ما الفرق بين الحصبة والحصبة الأمانية الألمانية في حصبة وحصبة ألمانية تختلف أعراضها لكل منها مضاعفاته الاثنين مرض فيروسي ممكن يؤدي إلى مضاعفات وهذا التطعيم على فكرة يغطي الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف فهو التطعيم الثلاثي يغطي كل هالثلاث أمراض جميل دكتورة عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينها قبل نختم؟ حبيت أشكرك وأتمنى من الناس التعاون معانا لتغطية الاستجابة لهذه الحملة المهمة وهذا اللي أبغي أقوله طيب عموما كان موضوعنا الحصبة شو يسمونه؟ أبو حمرون؟ بالعربي معرفة أعرف أنه هي الحصبة ومثل ما عرفت الدكتورة مرض بيروس انتقالي حاد ومعدي يصيب الأطفال ويسبب لهم الأطفال والكبار محمود الأطفال والكبار عموما يسبب لهم مضاعفات ممكن تكون خطيرة في بعض الأحيان مثل ما ذكرت الدكتورة في ختام هذه الحلقة أنا ما أملك إلا أنا أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة حنان الحمادي الأسرة ورئيس حملة التحصين ضد حملة ضد مرض الحصبة شكرا لك يا دكتورة أشكركم وأيضا نتمنى نشوفت في حلقاتها حتى مع نهاية الحملة بإذن الله أكون سعيدة بتنشيدي معكم عموما اللي ما طعم عياله يروح يطعمهم يا جماعة الخير واللي ما تطعم بنفسه يروح يتطعم وهذه حملة وطنية شاركوا فيها فالله يخليكم ما نبغي حدي ينقل لنا المرض الأعمار من 18 ل 34 نتمنى منهم التوجه للمراكز أرجوكم يعني عيسى الطعام تتبدأ ما تشرلي بديك تذه أنت عمرك ما شرى 18 سنة راحت عليك زي عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم كل الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة والشكر الجزيل لناصر محمد سليم وأيضا عيسى سبيل والأخت أشواق مسعد وفيصل بن فارس مريض هذا من الصبغة هذا اللي حطيته لنا في السيديو مرض يا حليلة أنزيل شكرا لك يا فيصل وترجع لنا بالسلامة وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم بالغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي